السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله يعني دي مشاكية شكه لله سبحانه وتعالى يعني بغيرت نعرف دعما وش هد البتلاء يعني وش هد البتلاء من عند الله وش عندي شيء اجر مع السيد رب الكريم لاصبرته لاني يا دكتور بزاف هدكتورة شيء يعني ما كانش يعني باش تنشي اطيباء وما كانش يا دكتور تعارف الوضعية هاد الاحالة التي توقع عليك هاد المراد هاد الفقر هاد الشدائد وش هبتلاءات ولا اي ماذا لابد ان نفرق بين البلاء والابتلاء هناك البلاء وهناك الابتلاء البلاء يكون عقابا من الله تعالى والابتلاء هو يكون تمحيص لأهل الإيمان واليقين البلاء انسان لما يقع في دنوب يقع في معاصيه وحرف كل واحد فينا فقه نفسه كيوقع في الدنوب كيوقع في السيئات كيوقع في الصلاة كيدير بعض المحرمات ومن البلاء يحس بأن الله يعاقبه يعطيه هادك تسمى بلاء وهذا عالم على الإيمان لأن لك يعاقب الله مباشرة معنى أنه مؤمن أما غير المؤمن ربك يخليه هادك أصحاب الغفلة كيوقع كيدير الدنوب كيقول لك الله تعالى هادك رأى يا إيسى من رحمته الله غير خليه حتى إذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر أما اللي كيتعرض كيدير الدنوب الخطايا وكيجي ديك الساعة العقاب هاد يعلم على أنه مؤمن وأن الله يحبه وأن الله يريد أن يطهره هذا البلاء أما الابتلاء فهو كيكون بالمؤمنين كدقى المؤمن صالح كيبعد على المحرمات كيستغفر الله تعالى كيتحرى الحلال ومع ذلك مبتلع كدقى المرض كيشد فيه كدقى الفقر تابعه كدقى النزاعات عائلية دائما كدجي فقرسه وهو رفع رأي البيضاء هاد ابتلاءات هاد النوع هاد أعلى الدرجات هاد النوع هاد ربي يباهي به الملائكة في السماء وهو القائل عز وجل ولنبلوانكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الله تعالى يباهي من الملائكة في السماء يقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي ها هما أنا أعطيهم الحق في الاختيار بشبه الملائكة الملائكة هم مخلوقات مبرمجة على الطاعة مجبولة على العبادة هم بحل الملائكة بحل بحل دي روبو روبو هو بروغرامي يعني كينفد الأحكام اللي مصوبة في البرمجة دياله أما الإنسان فهو مختار وهذينه النجدين إما شاكرا وإما كفورا هاد الناس لكتلقوا كتعرضوا الابتلاء واحد وروا هادرهم من علامة الإيمان واليقين الله تعالى يباهي بهم الملائكة في السماء يقول يا ملائكة انظروا إلى عبادي رغم أنني أعاقبهم وأشدد عليهم كيجي وقت الصالة كيجي وقت الصالة كيجي وقت الصالة كيجي وقت الصالة متوضع ورا في الصف الأول كيجي يقول الله أكبر حمدتك يا ربي وشكرتك كيجي في الصباح الماكل كيفيق وعارف بأنه غدا البرنامج للحياة مليء بالأحزان والقروب كيجي يقول الحمد لله الذي أحيان بعد أن أماتنا وإليه النشور وفيما كيسمع شيخ خبار اللي هو يا كيمزق الكبد كيجي يقول رضيت بالله رب وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبسيدنا محمد نبيا ورسولا كيقرأ الأخبار وكيحلل وكيعربي أن هذه الأخبار التحليل السياسي والتحليل الاقتصادي دي المؤمن مش بحليه وغير المؤمن كيعربي أن ربي عز وجل لا يمهل ولا يهمل وأن الله تعالى يدبر الأمور وأن الله تعالى له رسائل وله أهداف وله إشارات قوية لا يعقلها إلا العلمون فالإنسان هو دائما اللي يخصو يبقى شد فيه هو يبقى متمسك بالعروة الوطقة يبقى اللي يوقع يبقى متمسك بالعروة الوطقة وأصلا ربا وقع والو أصلا ماذا وقع احنا ربا وقع احنا في أمان احنا ربا في سلام مليك نشوفوه غيرنا كتلقاهم في ظروف صعبات وكتلقا عندهم ما عندهم لا أمان ولا طعام ولا شراب ولا مستقبل ولا ولا احنا ربا احنا في نعمة شاملة فالإنسان يكتر من الحمد والشكر على كل حال نكتر من الحمد والشكر على كل حال وربك عز وجل هو الملك وهو يتصرف في العباد وهو سبحانه وتعالى ناظر كيف تصنعون وكل واحد منا رغا دي غلجل الساعة ديالو قامت قيامته امتى يوم القيامة يوم القيامة العمور دي نقصر ها هو كان كنسمعوا فلان جاتوا سكتة قلبية فلان كان صحيح فصيح جاتوا جلطة دماغية فلان كان غادم صافر دار حديدة سير توفية فلان كان يخيم في العطلة الصيفية غرق في البحر انت تكون إلا بغتا وإذا جاءت قامت قيامة الإنسان وما ربك بغافر على ما يصنع الظالمون ربي عز وجل على كل المؤمن خصوه في هالدنيا حتى هي معركة وهالدنيا هي منافسة حلبة منافسة بقى متمسك بالعلم الوطقة اللي اعطاها لنا مولانا كنحمدوه ونشكروا عليها اللي ما اعطاهاش لنا كنقول يا ربي احنا محتاجين احنا ضعفة اكرمنا بها ولا ما اعطاهاش لنا اصلا في هذه الدنيا احنا عدنا يقين انه اداخرها لنا في الاخرة حتى ان يوم الاخرة غد يوقع واحد الجدال مع اهل الجنة غد يلقوا واحد القوم اعطاهم الله تعالى من النعيم له فوق القياس فوق المقدار قال يا ربي اشكن هؤلاء الناس هدوك يقول بحال بحالكم الا الفرق هدوك انك دعوني وانا لا اعطيهم كنت اداخر لهم دعواتهم في الاخرة وبقي التكبر وانميها لهم كما ينمي احدكم فلوه او فصيله حتى يصير مثل الجبل فنميتها لهم فكيدخل العبد المؤمن كلقى جبال كجبال مكة وتهامة كل ومن الحظة الخيرات يقول يا ربي هذا لمن هذا لك دعوتني في الدنيا واستجبت لك لكن عوضة ان اعطيك في الدنيا عاجلا ادخرته لك في الاخرة اجلا انا ذاك الناس اللي اعطاهم الله الخير يشعروا بالغبن رعدنا واحد الصورة في القرآن الكريم اسمها صورة التغابن التغابن ما معنى التغابن كتشعروا بالغبين كتقول يا ربي تنكن غيرتين غشوية تنكن غالق اسم الله واشي الاخر خليه ليتن الاخيرة حتى الدنيا قصيرة وغنود ولن اخد معي اي شي سوى دخلنا اليها حفاتا عورة ونخرج من حفاتا عورة ولكن الى قال في الاخرة الخلود الابدي الخلود الابدي فاربي عز وجل فتحهم كريم غير صبري الى ام محمد انت الحمد لله لك غادي فترك الصحيح وانت انت تكون ان شاء الله تعالى من المبشرات بالجنة بهذا الصبر اللي اعطاكم مولانا رغم الفقر ورغم المراض ورغم الظروف الصعبة اللي حكيت لنا مرارا وتكرارا السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله